وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز منظومة مراكز الخدمات المتحركة والسائرات المتنقلة لتقديم الخدمات تسهيلا على المواطنين جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هال السعيد كما وجه الرئيس السيسي بتعزيز برامج التدريب وبناء قدرات التي يقوم بها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة لتشمل سائر محافظات الجمهورية بالاضافة للتوسع في تطبيق جائزة التميز الحكومي لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسسات